موسيقى السلام عليكم ان شاء الله بهذا الفيديو حشح اول محاضرة من مادة ال HLS Patho مش راح اعمل انا كورس كامل لمادة ال Patho الدكتور محمود عنده كورس اكثر من اسطوري لمادة ال Patho شاء اعمل كل اشي بما فيهم الكترات الذعب انا بجوز اعطي بس محاضرتين بشكل مجاني اوكي بشكل منفصل عن كورسات الدكتور محمود بالنسبة للناس المتعودة على الشرحي اوكي لانه Patho في system HLS مادة بارك مادة الاسمة وهي فعليا لوب بال HLS فعشان هيك حبيت اعطي شرح للكترين بشكل مجاني بجوز اعطي كمان شرح مجاني للكتر ثالث اللي هو اللوكيميا بس مننا نخليها التسهيد يلا باسم الله نبلش هلأ شو موضوع محاضرة اليوم هلأ موضوع محاضرة اليوم رح يكون عن شغلتين هلأ هم two main objectives تمام اولا قبل ما نيجح نحن عن objectives خيرنا نعرف شو معناته كلمة HLS ما تبدش بSystem وانت ما بتعرف عن ايش قاعد بيحكي ال HLS stands for او هي اختصار له هيماتو اي هيماتو بينما ال L4 lymphatic فمعناته ال HLS باختصار شديد بيحكي عن diseases بتصيب ال lymphatic system ال lymphatic vessels وال lymph nodes والشغلات هاي كلها واللي بتصيب الهيماتو طب ايش معناته هيماتو يا دكتور ال lymphatic لما كلمة هيماتو او هي معناته بلد زي ما كولكم بتعرفو فاذا ال HLS patho رح يحكي عن diseases اللي بتصيب ال blood and its cells طب شو ال objective ستعمل محاضرة اليوم اولا ناخد introduction عن ال blood وكيف وكيف components تاعت ال blood بتتصنع تمام فا احنا فاول objective رح يلمن لك شوية معلومات من الاناتومي شوية معلومات من histology شوية معلومات من الفيسيولوجي عشان تكون فاهم process of synthesis of cellular components of the blood طب شو تاني objective بالنسبة لل HLS patho بعد ما نخلص احنا هون introduction بدنا ناخد مقدمة عن الانيميا اللي هو مرض فقر الدم تمام طبعا ايش هو المكون الرئيسي للدم من ناحية cells المكون الرئيسي للدم من ناحية cells هم ال RBCs red blood cells كوريات الدم الحمراء شو وظيفة كوريات الدم الحمراء انها تنقل اكسجين طبعا لما صرفي عندي مشكلة بكوريات الدم الحمراء راح تقل مقدرة الجسم او مقدرة الدم على انه يوصل اكسجين للجسم وبتصفي النتيجة انيميا اللي هي فقر دم فاحنا هناخد مقدمة في الانيميا ان شاء الله بهذا الليكتر وباللكتر الجاي راح نفصل بانواع الانيميا وراح نبلش بالMicrocytic انيميا ان شاء الله يلا بسم الله نبلش شو هم ال Components of blood زي ما كلكم بتعرفوا البلد يتألف من سائل وخلايا تسبح في هذا السائل طب شو اسم السائل اسمه بلازما وبشكل حوالي 55% من الدم واذا انت بتحط دم في التيوب وتسيبه راح تشوف كيف انه السائل راح ينفصل وحي يعني حيكون في القمة بينما السلولار Components الخلايا والشغلات الصلبة راح تترسب لتحت اوكي فالبلازما اللي هنا اصفر بيكون بتكون فيه 10.000 شغلة دائبة فيه لا يعنوني هذا موضوع اناتومي اللي بيهمني هون هم اللي بيهمني لهم السلز ليش بيهمنا السلز لانه في الباثو احنا قاعدين بنحكي عن المشاكل اللي بتصيب السلز حتى انتو اخذتوا شابتر كامل في الباثو اسمه Cellular Injury فداما الباثو بدنا نشوف وين في عندي مشكلة بالسلز فعشان هيك في الباثو بيهموني السلز اكتر طيب خلينا نعرف شو انواع السلز اللي موجودة في البلد زي ما كلكم بتعرفوا اول نوع اسمه Red Blood Cells اختصارهم RBCs ولهم اسم ثاني اللي هم Arethrocytes Sight معناته Cell Arethro معناته Red وبنفس المنطق في عندنا هون White Blood Cells هم الكوريات الدم البيضاء ووظيفتهم انهم يحاربوا الباثوجنز يعني هم جهاز المناعة ويت بيسيهم جزء من جهاز المناعة رسهم الثاني هم The Ecocytes وفي عندنا The Plates اللي هم Thumbocytes هدولا الصفائح الدموية واللي بيخده الدم بيتجلط في مكان جروح أو مكان إنجري تمام ممتاز هلا كيف هدول السلز بتصنعوا بتصنعوا عن طريق عملية اسمه Heimatoporesis Poresis معناته Formation Heimato معناته Blood فتطلع كلمة هماتو كلمة عاملة فلما تسمع انت هماتو Poresis اعرف انها بتشمل كل هدول السلز عملية تصنيع كل هدول السلز تمام هذا التعريف هين حكيناه قبل شوية بتقدر تققوه كبس انا حكيته طب هلأ نيجحنا هون على هدول السلز السلزة هدولة كيف بيجوا الماتشور Red Blood cells والماتشورات بيسيز بيجوا هيك بيهبطوا من السماء لا طبعا بيكون في عندك انت في الباري Stem cells صح؟ أي ماتشور سل بتيجي من Stem cells وطبعا الخلايا تعون HLS مش استثناء فكلهم بيجوا من Stem cells وهذه Stem cells بتكون Pluripotent تمام ايش معناته كلمة Pluripotent Stem cells كلكم بتعرفوها كلمة Pluripotent معناته انه Stem cells عندها Option او عندها المقدرة انها تعمل Differentiation انها تتميز الى اكثر من نوع من الخلايا تمام؟ فيها مثلي هون انا فيه عند Stem cells خلينا نحكي رقم واحد هاي Stem cells رقم واحد عندها Option انها تتحول لتيسل او لبيسل او ل granulocytes او لردلسل او لبليتل لكن بسبب سيجنال معينة خلينا نحكي انه خلينا نحكي انه خليه رقم واحد قررت انها تعمل لك تيسل يعني مثلا باضي في حالة انفكشن و بده مور تيسل فحكى لل Stem cells يضع صنعي لي مور تيسل فراح تصنيع لك مور تيسل رح تفوت في سكة تصنيع التيسل بينما خلينا نحكي في عندي هماتو بروتكس Stem cells ثانية هاي هماتو بروتكس Stem cells ثانية عندها نفس الOptions لكن بسبب سيجنال معينة هتقرر انه تعطيك مثلا red blood cell وال Stem cells الثاته هتقرر تعطيك plated وهكذا عرفتوا ايش معناته كلمة pluripotent 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 حتى من كلمة plural معناته جميع تقدر انها تعمل لك اكثر من النوع فهي هذا حكي حكينا all types of cells are drawn from primitive cells that are pluripotent طبعا العملية تلهماتو برويس هاي وين بتصير هلأ في الـ adults it occurs mainly in the bone marrow في نخاع العظم تمام فلوب بالعظم بمعنى أدق فهي هون bone marrow فهي هون هذا هو اللي بيصنع لك الـ RBCs واللي احنا منسميه في العامية المخ تاع العظم بيحكي لك لكن however in certain diseases في بعض الامراض تمام اللي بيكون فيها RBC breakdown انت في عندك يعني ياس الـ RBCs ممكن انها تتكسر في الدم وطبعا لما الـ RBCs بتتكسر في الدم اكيد رح تصفي النتيجة فقر الدم أنيميا يعني فش عندك red blood cells تحمل اكسجين فايش مفروض الجسم انه يعمل مفروض انه يقاوم يعمل homeostasis رح يشد من حاله ورح يحكي للـ Stem cells انه يلا اعمليه more differentiation into the RBCs عشان نعوض اللي يخسرنا عن طريق الـ Breakdown لكن مرات في بعض الـ diseases خصوصا ما يكون عندك Breakdown جامد زي في حالة الثلاثيميا في الثلاثيميا بيكون في عندك تشوه بالـ RBCs نتصل فيه اكثر دا قدام المهم انه في severe RBC breakdown بولما بيبطل يعني كافي فايش رح تصفي رح تصفي انه احنا ما يحتاجي المساعدة من الـ organs ثانية زي الـ liver وزي الـ spleen وهذا ايش منطقي انه الـ liver والـ spleen هم اللي يساعدوا البون مارو ليش؟ لانه during fetal life لما الشخص هذا كان fetus الـ organs اللي كانت مسؤولة عن الهيماته ما كان البون مارو كان الـ liver والـ spleen هم اللي كانوا بصنعولي هم اللي كانوا عندهم هذول الـ Stem cells وكانوا هذول الـ Stem cells يعملوا differentiation into the cells اللي احنا شايفين هذا قدام لكن لما الـ fetus هذا خلص يكبر الـ liver والـ spleen رح يحكوا معلش احنا هنبطل عملية هماتو بويسيس ورانا ألف قصة وقصة نعملها ألف function وfunction نعملها بيسلموا هاي الـ function البون مارو لكن بيضلوا محتفظين بهاي القدرة على جنب عشان لو البون مارو بطل قادر يلحق بييجي الـ liver والـ spleen يساعدوه بالعملية الهماتو بويسيس تمام؟ فايه هاي هون احنا حكينا this is termed extra medullary hematopoiesis ليش سموها كلمة extra medullary كلمة medullary معناته لوب صح؟ واحنا هون طبعا قاعدين بنحكي عن لوب العظم extra medullary معناته خارج لوب العظم تمام؟ ففي حالة ABC breakdown ممكن انا استخدم liver والـ spleen خارج لوب العظم فبالتالي hematopoiesis تاعة liver والـ spleen بيسميه extra medullary خارج اللوب تمام؟ ممتاز فايه هون احنا فيه عندنا الـ diagram هاي بتورجيه كيف انه stem cells تعمل differentiation into various cells طبعا هذا الـ diagram حفظ وراح تاخدوه بالتفصيل بالاناتومي تماما لازم تحفظوه يس هيك هيك راح تحفظوه لكن انا ما بهمني lymphoid progenital cells والـ T cells والـ P cells والـ natural كده ناخدوه من بعدين قدام بجوز نرجع للـ diagram اذا احتجناه في دكتوراته قدام لكن اللي انا بيعنيني هون كوني انه انا بدي احكي عن الـ anemia في الـ second objective اللي بيعنيني اللي هي السك اللي بتصنيع لك الـ red blood cell فبتبلش السلافة اول اشي بالـ hematoprotect stem cell عند الـ option ان تعمل differentiation into lymphoid progenital cell او الميللويد progenital cell الاثنين بيختلفوا عن بعض لانهم ميللويد ستعطيك خلايا معينة الى سكة معينة بينما الميللويد لها سكة كثانية خاصة فيها والاثنين مش راح يتغو او يداخلوا مع بعض تمام؟ فهي الهماتو protect stem cell عارف ان ابدا تصنيع RBC فبتلوح ايش بتيجي بتعمل؟ بتعمل differentiation into myeloid progenital cell هاي لسات الخلية بدائية لكن مو differentiated الى myeloid progenital cell وكي بدل ما تعملك granulocyte macrophage بتلوح بتعملك progenital cell ثانية بتعمل مو differentiation وهي progenital cell اسمها megacaryocyte erythrocyte progenital cell تمام؟ واضح جدا من اسمها انه هاي الprogenital cell عندها المقدر نتعملك RBC عشان يكسموها erythrocyte وعند المقدر كمان تعمل plated عشان يكسموها megacaryocytes مهم البلاتيس من وين بيجوا؟ بيجوا من خلايا كبيرة اسمهم megacaryocytes وبعدين megacaryocytes اللي بتتكسر وبتعطيك الصفائح الدموية اللي هي اللي بلاتيس فهاي هي سكة RBCs باختصال ومسيكون في megacaryocytes erythrocyte progenital cell لانه هنستخدم لانه هنرجع لهذا قدام طيب شايفين هاي العملية اللي بصير فيها تصنيع ال RBC من الهيماتو بوريتيكستمسل هاي اسمها erythropoiesis وبدهاش تفسير صراحة الاسم ما بده اي تفسير erythropoiesis red erythro معنات red صح ولا لا؟ فهاي الجملة حكيناها ما بدها اي تفسير اوكي erythropoiesis the process which produces mature red blood cells هم erythrocytes from erythropoiesis كل هذا الحكي حكينا تمام؟ هلا خلنا نيجي نطلع هون على عملية erythropoiesis كيف بتصير هلا اشوفوا هذا الدياجرام رح تفصلوا اكثر فيه في الاناتوم وفي الهيستولوجي لكن انا هون في الباتو رح احكي لانه حنبني عدية اكمل شغلة ده قدام وحنركز على شغلات بعينها اوكي؟ هلا اتطلعوا اتفقنا انه السلافة بتبلش بالبروجينيتر سيل megacaryocyte erythroide progenitor cell اللي هي هاي صح؟ هال megacaryocyte erythrocyte progenitor cell it's an undifferentiated cell فذال عشان تعمل differentiation لازم تصنع بروتينات معينة زي ما كلكم بتعرفوا من ال جينيتركس ومن المواد الثانية فالبروجينيتر سيل هاي رح تبلش تعمل dns synthesis وكلكم بتعرفوا ان dns synthesis يحتاج b12 ويحتاج folate هاي مسلمات ما فيها نقاش تمام؟ وانتبهوا اه فهي محتاجة b12 وfolate عشان تعمل mode differentiation وتتحول الى pro erythroblast تمام؟ والبرو erythroblast بدورها رح تفوت او رح تعمل mode differentiation مرحلة بمرحلة مرحلة بمرحلة بمرحلة ما توصل الى rbc وبدل ياك وتنتبهوا على نقطة هون شايفين؟ احنا في كل مرحلة رح نحكي عن متطلباتها واذا واحدة من هاي المتطلبات فقدت يعني مثلا خلينا نحكي b12 او folate صار فيه نقص بالضايت عند هذا الشخص او يعني الشخص بطل قادر يدبر folate و b12 صار عنده نقص او deficiency فيهم فالبروجينيتر سيل مش رح تعرف تعمل differentiation مش رح تعرف تعملك rbc وبالتالي بتصبح في النتيجة anemia اللي بدي اوصله هون انه اغلب الناس بيفكروا انه الانيميا هي بس بسبب نقص حديد اوكي نقص حديد هو السبب الاكثر شيوعا لكن في عندك 10 تلاف سبب ثاني ممكن يؤدي الى الانيميا الانيميا الى 10 تلاف سبب وسبب لا يعد ولا يحصوا تمام؟ فعشان هيك انا هون في الباثو رح اركز على الشغلات اللي فوق اكثر من الشغلات اللي تحت الشغلات اللي تحت رح تحفظوهم انتوا هيك هيك في الاناتومي المهم انه هاي البرو الريثوبلاست اوكي بدورها هلين امسح بس الايوة اوكي هاي البرو الريثوبلاست واضح جدا اخذيه بدائية من كلمة بلاست بلاست دائما اعفنا اخذيه بدائية وبرو كمان يعني بدائية جدا صح؟ برو معناته بدائية فراح يجي هون عندي هرمون اسمه الريثوبوتن ايش اسمه الريثوبوتن من اين بيطلع؟ بيطلع من الكالية اوكي الريثوبوتن بيجعل البرو الريثوبلاست رح تيجيه هرمونات معينة زي الثارود هرمون هرمون اوكي الانتميدي تريثوبلاست بعدين رح تتحول الى ليتريثوبلاست ولاحظوا شغلك كيف انه مع الديفرنشياشن كل ما انت قاعد تتقدم في المراحل كل ما نسبة السارتوبلازمة نيوكليس قاعدة بتزيد صح نيوكليس قاعدة بتصغر وتطمحل على حساب السارتوبلازمة قاعدين من خلق مساحة للسارتوبلازمة وهذا اشي منطقي ليش؟ لانه يا دكتورو خليني ارجع معك لبيسيكس الابيسيز والريد بلاتسر فيهم هيموغلوبين صح وانتو كلكم بتاعفوا انه الهيموغلوبين صبغة الهيموغلوبين هي اللي بتحمل الأكسجين فانا لازم انه اخرق مساحة في السارتوبلازمة عشان الخلية تعبي هيموغلوبين ما هي قاعدة بتصير مو دفرنشييتر عشان لما تكون الابيسي تكون هاي الابيسي فقط معبي بالهيموغلوبين بدون اشي تاني يخرب عليها اوكي فالليتريثوبلاست هاي لاحظوا انه السارتوبلازمة بتاعها كبر وهذا الهدف وغاية مقصودة زي ما شفنا هنا نعبي هيموغلوبين فعند الليتريثوبلاست ايش رح يجي اها ممتاز صار في عندي مساحة في السارتوبلازمة يلا جيبوه لي ايرون اوكي دخلو لي ايرون عن الليتريثوبلاست طب ليش احنا مندخل ايرون لانه يا دكتور الهيموغلوبين بيحتاج الى ايرون في تكوينه تمام واحد من مكونات الهيموغلوبين هو الحديد هو ال ايرون تمام فاذا فيش عندي ايرون مش رح يكون عندها هيموغلوبين فيش هيموغلوبين الابيسي هاي رح تكون هي وقلتها صح? ممتاز فهي هون رح نبلش نحط ايرون في الليتريثوبلاست كونه صار عنده مساحة وبrium проход في هيموغلوبين وبعدين رح نطرد نيوكليس الابيسي رح تطرد نيوكليس لانه نيوكليس ماختنا مساحة كبيرة فخلص يعني أن الابيسي تظهة بس معبيا هيموغلوبين هاي هي وظيفتها فبعد ما نطرد نيوكليس بتصير عندي أنا هون رتيكيلوسايت اش هي الرتيكيلوسايت؟ رتيكيلوسايت هي عبارة عن RBC إلا شحطة يعني مش فولي ماتشور لكن هي آخر مرحلة قبل ما الخلية تصير ماتشور RBC طبعا رتيكيلوسايت بميز أنه فيها تكتلات من الRNA طبعا زي الخيوط وتبتعف أنه كلمة رتيكيلو أو رتيكيلن معناته خيوط فبتكون فيها زي خلوط خيوط من الRNA بقايا RNA وطبعا هاي البقايا لازم نتخلص منها عشان نعطي مساحة له المقلوبين فالريتيكيلوسايت لما تخلص من هاي الخيوط رح تعطيك الفولي ماتشور RBC اللي احنا بدنا إياها تمام؟ فبالتالي يا دكتور فبالتالي تطلع في عندي مليون سبب وسبب باصبل الأنيميا ممكن أو السبب الأكثر شيوعا قبل ممكن السبب الأكثر شيوعا هو أنه فيش عندي آرون في عندي نقص حديد أو في عندي فقدان الحديد فبالتالي مش قادر أكون أنا RBC تمام؟ يعني مش قادر أن أحطي مقلوبين وأكون فولي ماتشور RBC ممكن يكون السبب إيش مثلا نقص في الاندوجينز لأي سبب من أسباب عند الميد على سبيل المثال ممكن يكون السبب فشل بالكرية لأنه الكرية إذا فشلت أو يعني صار فيها damage مش رح تصنع الريثو بوتين وبالتالي كيف رح تتم عملية الديفرنشييشن مش رح تتم ممكن يكون السبب زي ما حكينا لكن لاحظون شغلية دكتور بدي أفصل التفصيلة هون وهي أنه لاحظ كيف أنه size تحت الخلية قاعد بيقل كلما أنت قاعد بتعمل mode differentiation صح ولدأ ونت بتتقدم فبدي أرفت نظرك لشغله لما يكون السبب يا دكتور خلينا نحكي لما يكون السبب الأنيميا هو نقص بالB12 الخلية رح تضلها متنحف في هاي المرحلة صح ولدأ فرح يضل أوكي فرح يكون حجمها كبير نوعا ما بينما لما يكون السبب مثل خلينا نحكي النقص في الحديد الخلية وكي رح تضلها رح تكون متنحف في هاي المراحل تمام بس يعني حيكون حجمها طبعا أقل من لما يكون السبب أو الخلل هو نقص بالB12 والفوليت تمام فشايفين أنا ممكن أعتمد على حجم الخلية عشان أعرف شو السبب يعني مثل إذا رقيت أن الخلية حجمة صغير بفكر أنا في هاي الأسباب اللي هي iron والandrogen deficiency طب والله رقيت أن الخلية بالفحوصات اللي برحملها بالله السبب لا السبب رح يكون بالB12 وبالفوليت خبوا لهذه المعلومة أنا بس حبيت أعطيكم نبدة عنها لكن ما تفوتوا كثير بتتاصيل رح نفصل فيها أكثر لقدام أوكي أنا بحب أعطيك نبدة شوي شوي أوكي ونمهد التتاصيل اللي رح نحكيها كمان شوي طب نيجي إحنا هون على الهيموغروبين ما إحنا اتفقنا إنه ABC بدون الهيموغروبين مش رح تقدم تأدي وظيفتها فلازم نفصل من function بديهية سيبوا لمشاكل التترمر ونرجع لها بعدين طب إيش هو الهيموغروبين يا دكتور الهيموغروبين هو عبارة عن protein chain فكويني من فور فكويني من التترمر ونرجع لهم بعدين الهيموغروبين هو عبارة عن protein chain طب يعني protein chain هذا شو قاعد بيعمل شو قاعد بيسوي هذا الهيموغروبين هذا هو اللي قاعد بيحمل الارون أو هو اللي قاعد بيحمل أكسجن لا الهيموغروبين مش هو اللي بيحمل الارون أو بيحمل أكسجين وظيفة البروتين تشين هي أنه يحمل سبستانس ثانية أو يعني البروتين تشين هذا وظيفة أنه يحمل الهيم فالجلوبن وظيفة أنه يحمل ويسند الهيم فاتطلع هاي هون الخيوط هاي الزهرية هي الهيم والهيم وينه؟ الهيم هايه الهيم الموجود بالنص اللي هو الأصفر والأزرق هذا هو الهيم طب الهيم نفسه من إيش بتألف؟ الهيم بتألف من بورفرين رينج وإنتوا أخذتوا البورفرين في المواد السابقة في عبارة عن بورفرين رينج بتوقع أخذتوه في البايو كيم وهذا البورفرين رينج بحد ذاته إيش بيحمل؟ بيحمل آيرون بالنص لشهد في حتى على آيرون بيكون نفلس فهم اللي هو البلاس تو أوكي؟ في الله عشان إحنا نرجع نعيد الهيم وغلوبن يتألف من هيم وغلوبن اللي غلوبن بيسند الهيم بيعمل له سبورت والهيم بحد ذاته ينقسم إلى قسمين أو يعني يتألف من واحد اللي هم البورفرين رينج أوكي وهي البورفرين رينج بتحيط بالسنترال آيرون اللي هي باللون الأزر أوكي؟ ممتاز فهي حكينا إحنا هذا الحكي البورفرين رينج والسنترال آيرون وحكينا عن الهيم طبعا إنت ممكن يكون في عندك أنواع عديدة من الهيم في عندك ألفا جلوبن في عندك بيتا جلوبن في عندك جاما جلوبن فالهيم ممكن يعني عندك الأوبشن يكون من أكثر من نوع تمام وخبولة هاي المعلومة ده قدام لأنه حنستخدمها في الثلاثيمية أوكي ممتاز طبعا خلينا نيجي نلقي نظرة أشملة الهيموغلوبين فعليا الهيموغلوبين إذا أنت بتطلع عليه رح تكتشف أنه التترمر إيش معناته كلمة التترمر معناته أربعة هيموغلوبين موليكيوز بيكونوا مربوطين مع بعض يعني مثلا هاي هون أول هيموغلوبين موليكيوز هاي هون ثاني هيموغلوبين موليكيوز هاي هون الثالث هاي هون الرابع طبعا كل هيموغلوبين موليكيوز فيها الهيموغلوبين تاحة اللي بيسند الهيم والهيم زي ما حكينا فيه بورفرين والآيرون هذا الحكي ينطبق على كل وحدة من الهيموغلوبين موليكيوز تمام يعني ما حتى تلاقي والله هيموغلوبين موليكيوز يتيمة ما عندهاش بورفرين أو ما عندهاش آيرون لا كلهم نفس الإشي لكن وين الاختلاف بيكون؟ آه بيكون الاختلاف عادة في الهيموغلوبين هلا الـ other hemoglobin انه في عندك انواع من الـ hemoglobin في عندك الفيتر hemoglobin في عندك الـ other يعني في عندك كثير انواع رح تعفوهم لقدام المهم انه الـ hemoglobin الطبيعي اللي موجود عند الـ other اوكي اثنين من الـ subunit سيكون عندهم نوع الـ alpha يعني هيكون الـ grobin من نوع الـ alpha وبينما الاثنين الباقيين رح يكون الـ grobin تاهم من نوع الـ beta وانتوا طبعا فصلتوا بالـ alpha و beta من ايام الـ bio 101 alpha helix beta 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 sheets والشغلات هاي كلها ما في داعي نفصل فيها هلا اوكي لكن الفكر بدي اياك تعرفها انه الـ hemoglobin عند الـ other اثنين من الـ hemoglobin units تاهمه حيكون فيهم الـ alpha اوكي بينما اثنين من الـ hemoglobin الموريكيوسه حيكون فيهم بيتا تمام؟ طيب ممتعه زي هذا الحكي كله حكيناه hemoglobin زيترامل globin هما اوه فالـ hemoglobin يحتوي على الـ globin 4 protein chains زي ما احنا شفنا فوق اللي هم الـ subunits اثنين منهم يكونوا من النوع الـ alpha وبينما الاثنين الـ subunits يتضلوا من النوع الـ beta والـ heme هو عبره عن profin ring with central iron 4 hemoglobin groups with each one attached to one globin chain معناته كل globin chain عند الـ heme موليكيور تاعته شايفين فصلنا بهذا الاشي؟ طبعا معرفتنا بالـ structure تاعة الـ hemoglobin منه سيكون لها بالغ الأهمية لقدام ليش؟ لأنه يعني واحد من مسببات الـ anemia اللي هو نقصه في hemoglobin صح؟ الـ anemia لكثير أسباب واحد منهم خلينا نحكي انه RBC بتتصنع عادي والـ hemoglobin عادي لكن تتكسر لكن في عندك أسباب ثانية للـ anemia زي انه فيش hemoglobin تمام؟ طبعا ايش السبب انه فيش في عندك hemoglobin ايوه يما بتكون المشكلة في الـ globin chain انت قعب تصنع globin chain مشوه او بتكون المشكلة والله مثلا في الـ heme صح؟ مش هو الـ heme يحتوي على بورفرين ويحتوي على الـ iron اوكي يما بتكون المشكلة في الـ heme انه الجسم مش عارف يصنع بورفرين كويس او انه الجسم عنده نقص في الـ iron أصلا واذا عنده نقص في الـ iron ما في heme فما في globin فانت ما تجزع الـ hemoglobin into its parts فانت راح تقدر انك تستنتج المسببات الممكنة للأنيميا طب نيجي هون لدورة حياة الـ RBC الـ RBC بداية وين بتتصنع؟ بتتصنع في البون مارو هاي هم اعطاني الـ RBC الـ RBC بتضلها قاعدة في الجسم حوالي 3 months لكن يعني في هدولة 3 months ايش رح يصير بالـ RBC ستراكم damage ستراكم خدل ستراكم أضرار فبقداش نحن نسيب الـ RBC زي ما تضلها تضلها ماشي صح؟ ولا هي خربانة مش رح تغف تؤدي للوظيفة المطلوبة مش رح تغف تحمل أكسجين كويس فبتيجي انت هون يعني هدولة الـ RBC بروحوا على سيستم اسمه Reticular Endothelial System اختصار R-E-S بتاخدوه أكثر يعني في الاناتومي والفسيو والشغلات هاي المهم انه هدولة الـ RBC بروحوا على Reticular Endothelial System اللي بيشمل الليفر و اللي بيشمل الـ Spleen Lever وبيشمل الـ Spleen و Spleen بشكل رئيسي لانه الـ Spleen الاضحاض هو مقبرة الـ RBC المهم انه انت فيه عندك Special Macrophages هناك اسمهم Cupfacils رح تقدر انت تتعرف عدامج الـ RBC وتعملهم Phagocytosis و رح تحطمهم بالمكونات ذاتهم واحدة من مكوناتهم منه هي الـ Hemoglobin فالـ Cupfacils رح تكسر الـ Hemoglobin الى مكوناته اللي هم الـ Globin والـ Heem طبعا الـ Globin من ايش بتكون؟ ما هو كروتين رح يتكون من أمانو أسلس فالـ Cupfacils بتظلم كاملة في الـ Globin وبتطحنه الى أمانو أسلس طب الـ Heem كيفنا نتصرف فيه؟ هذا الـ Heem تيجي بتطلع على الـ Cupfacils عليه رح تعرف انه هذا الـ Heem يتألف من Iron هيها باللون الأحمر وفيه حواليها باللون الأزرق اللي هو الـ Porphelin ring تمام؟ الـ Cupfacils مش رح تضيع الـ Iron يعني الشخص هذا تعب على الـ Iron عبين ما يجيبه بجوز رح يصيد غزال رح يعمل يعني تعب على الـ Iron صح ولا؟ فمش رح نضيح مش رح نسيب الـ Iron هيك يضيع لازم احنا نعيد تدوير الـ Iron نستخدمه لعملية تصنيع هموغنو بين الـ RPCs جديدة عشان هيك الـ Cupfacils رح تفصل وح تكسر الـ Heem وراح تفصل الـ Iron عن الـ Porphelin وبعدين ايش رح تعمل في الـ Iron رح ترجع الـ Iron into the bone marrow والـ bone marrow برجع يتصرف فيه وطبعا يعني هاي شغلة أو يعني شغلة تعادل تدوير الـ Iron فيه لها تفاصيل اكثر من هيك ممكن اودي الـ Iron على Storage اخزنه ممكن اوديه على الـ bone marrow فيه مليون شغلة ممكن اعملها فيه لكن بشكل رئيسي للان اعرفوا انه انا برجع بودي الـ Iron بالنهاية الى الـ bone marrow عشان يستخدم هذا الـ Iron في تصنيع new RPCs طب بالنسبة للـ Porphelin كيف هيتصرف فيه الجسم؟ الجسم رح يحول الـ Porphelin رح يدخله في عمليات كيميائية وكي with various intermediates وبالاخر هاي العمليات الكيميائية رح تؤدي الى تكوين بالاخر رح تعملك Billy Rubin وبعدين Billy Rubin هذا صبغة Billy Rubin رح تنكب في البايل واضح جدا من اسمها لانه Billy Billy Rubin Billy لانه رح تنكب في البايل فالـ Billy Rubin رح ينكب في البايل البايل اللي هو عصارة المرارة اللي بتطلع من الـ liver وبتتخزن وين؟ في المرارة اللي هي الـ Gold فالبايل هذا رح يمسك الـ Billy Rubin ويحتوي فالبايل بليروا وبنرفيه وحيظلوا في الـ Gold Blader وبعدين الـ Gold Blader هاي حتنزلهم بالفيسيس اوكي؟ ممتاز فهاي الرسمة بتعتمد على الرسمة اللي قابليها تمام؟ بالـ Small Intest احنا بنجيب كل الـ Neutrins اللي نحتاج لتكوين الـ ABC زي الـ Iron فوليكاسا الـ B12 الـ Bone بيعمل Arithropoleases Red bone marrow بيظلوا 120 يوم اللي هو ثلاثة شهور بعدين خلاص بيخربوا بصيرهم expiration تنتهي صلاحيتهم فبيكسرهم الليبر والاسبلين تمام؟ وهذه الشغلات كلها حكيناها تمام؟ والـ Iron ممكن نرجع عن خزنه او يرجع البون مار ويستخدمه في التصنيع New RBCs تمام؟ التفاصيل تحت الـ Iron هاي سيبوها لقدام اوكي هيك راح نرجع نحكيها فسيبوها لقدام المهم انه هاي الـ Heem اوكي وحكيناك كيف انه بالاخر حعملك بليروبن فهاي الرسمة جايبلك سيرة الـ Intermediate اللي قابلي بليروبن اللي هو البليروبن تمام؟ وبعدين منكب بليروبن في البال وبالفيسيز طب كويس هاي احنا اخذنا المقدمة خلصنا احنا اول objective من الدكتشر نيجي احنا نقول على ثاني objective من الدكتشر وهي انه ناخد فكرة عن الانيميا ايش تعريف الانيميا؟ anemia is the reduction in the oxygen transporting capacity of the blood تمام؟ فقر دم ليش وظيفة الدم؟ او يعني الـ ABCs تحمل اوكسجن طب طبعا اكيد ايش منطقي انه بفقر الدم دقيل مقدرة الدم على انه يحمل اوكسجن وبالتالي يعمل اعراض عند الشخص زي التعب زي الارهاق زي ديقة النفس الى اخره رح ناخد هاي الاعراض قدام المهم طب احنا اتفقنا انه قال انك الـ oxygen carrying capacity of the blood شو السبب؟ اوكي السبب بيكون a reduction of the total circulating red blood cell mass to be low normal levels هتحكي ليش معنى the total circulating red blood cell mass هاي كلمة انفزلك للهيموغلوبين تعريف انفزلك لكلمة هيموغلوبين وهي الـ ABCs على ايش بتحتوي؟ تمام بتحتوي على هيموغلوبين صح؟ بكتلتها من اللي بيقلف يعني the vast majority of the mass of the ABC اللي هو الهيموغلوبين صح؟ فلما يقل الهيموغلوبين عند الـ ABCs وقتها بصير عندك عراض الأنيمي لانه الهيموغلوبين هو اللي بيحمل الأكسجن ففيش هيموغلوبين فيش أكسجن تمام؟ هلأ ممكن الخرية نفسها الـ ABCs يعني تكون ممكن انه الجسم قادر يكون ABCs الخرية نفسها الـ ABCs بتضلها يعني عايشة الى 3 شهور هدول عادي لكن الفكرة انه نفس الخرية ما فيها كثير هيموغلوبين زي مثلا في حالة نقص الحديد صح؟ الجسم عنده نقص حديد فبالتالي مش عارف يكون هيموغلوبين كثير فالخرية ما بيكون فيها كثير هيموغلوبين تمام؟ هذا الاشي راح يكون ايش؟ decrease red blood cell mass طب ايش ممكن يكون السبب كمان؟ ممكن يكون السبب زي ما درسنا انه يتكون الخرية فيها كمية هيموغلوبين مرتبة وطبيعية عادي جدا المشكلة مش بالهيموغلوبين لكن الجسم لأي سبب من الأسباب قاعد بيكسر الـ ABC بالهيموغلوبين اللي فيها زي مثلا ممكن يكون الجسم عم بيطلع antibodies رسامه ضارضة ضد الـ ABCs فبتلطبط مع الـ ABCs وبتكسرهم تمام؟ المهم انه شايف الشغلتين اوكي؟ الشغلتين انهم نتيجة نهائية وانه بيقل الهيموغلوبين اوكي؟ وبالتالي بتصفي انه red blood cell mass بتقل افهمتوا ايش معناتها reduction in total circulating red blood cell mass طب احنا شو منستفيد من هاي المعلومة؟ في الانيميا لما احنا نعمل فحصات الانيميا بتركز على الهيموغلوبين اذا انا شفت الهيموغلوبين ناقص وقتيها بحكي انه هذا شخص معه انيميا بفقني انا من اي اشي تاني مبدئيا تمام؟ الشغلات الثانية في فحصات الدم بركز عليها بعدين لكن اول اشي بتطلع عليه هو الهيموغلوبين طب من ايش ممكن الانيميا هاي تصير؟ خلينا نيجي نتطلع مع بعض ممكن تصير بسبب excessive bleeding الشخص لما ينزف هو قاعد بيفقد دم بالـ ABCs اللي فيه خارج الجسم فبالتالي قاعد يفقد الهيموغلوبين صح؟ اثنين زي مثلا في عملية هيموغلوبين اللي حكيناها قبل شوية فانت قاعد تفقد الهيموغلوبين اللي فيهم طب ثلاثة زي مثلا في حالة نيوترين ديفيشنسي والمعنى الادق من هو هو مثلا شخص معه طب بما انه ما في عنده كثير ايرون مش راح يقدر انه يكون RBCs طبيعية فيهم هيموغلوبين طبيعي فانتظر هاي صورة كثير بديهية في الانيميا ايش هكونا عند الشخص عنده Low Hemoglobin وكثير مرات حتى منعلك انه عنده Fewer Red Blood Cells لكن بنركز احنا على هيموغلوبين بشكل اكثر تمام؟ في المراحل المتقدمة يس ممكن Red Blood Cells ادقل بينما في الحالات الطبيعية هيموغلوبين يكون نورمال وفي عندك يعني RBCs مني موجودين بوفه بوفه حاجة الجسم طب يلا شو تعريف الانيميا اتفقنا انه احنا منعتمد الهيموغلوبين صح؟ في الميرز الهيموغلوبين بيكون اقل من 13 بينما في الفيميرز الهيموغلوبين بيكون اقل من 12 اذا شفناهم مثلا في الفيمير اقل من 12 بحك انه عندها انيميا ونفس الاشيان طبق على المير لكن في باليوتاعتنا اقل من 13 طب ليش المير 13 بينما الفيمير 12 لانه تنساش يا دكتور انه المير عنده تستوسترون المفروض انه هذا التستوسترون يدعم المير ويخليه ايش يصنع مور RBCs زي ما شفنا في السلايدات الماضية تتذكروا هاي السلايدات ايوه تستوسترون هو اندوجين كان بيدعم عملية تكوين الاربسيز الطبيعية فعشان هيك يا دكتور احنا بنحكي للمير انه انت مفروض عندك تستوسترون فبالتالي انت مفروض الاربسيز والهيموغلوبين عندك يكونوا اكثر من الفيمير فبالتالي انت ما توصل بعد رقم 13 مش راح تسامح يعني معك بينما الفيمير لو الهيموغلوبين خلينا نحكي كان 12 ونص بحكيرها عادي انت ما عندكش تستوسترون يدعم الاربسيب هذا ايش طبيعي انت ما عندك تستوسترون فبالتالي 12.5 بقبلها عندك ما حعتبر انه انت عندك انيميا منها لكن يكون والله مير عنده 12.5 او 12 او ايش زيك بحكيره ده يا عمي انت عندك قدير بالنسبة للميرز اللي زيك صح ولده هذا الهيموغلوبين قدير بالنسبة للميرز اللي زيك انتو الميرز عندكو تستوسترون فالمرفوض يكون الهيموغلوبين عادي طب اتطلع هاي النقطة هاي النقطة كثير كثير مهمة تمام بجوز اهم نقطة لهذا هاي اول نقطة كلينيكال بديها ترسخ في ذهنكم انيميا is not a diagnosis but a sign of disease تمام يعني اشوى الانيميا decreased hemoglobin ومرات كثير بيكون decreased RBC طب يعني هل الهيموغلوبين والRBC قال له من راسهم هيك؟ لا طبعا فيه سبب ادى لقلة الهيموغلوبين والRBC فهذا السبب هو disease تمام فانت في عندك سبب جدري بدك تستهدفه طب هلأ شو الى clinical cues تعون الانيميا شو الشغلات بتخليك تشك بالانيميا تمام لما يجيك الpatient تخليك تفكر فيها هلأ شوف بشكل عام يا دكتور الانيميا مشكلتها انه اعراضها non specific ايش معناته هذا الحكي؟ معناته الانيميا بتتشارك باعراضها مع 10.000 مرات ثاني يعني مثلا خلينا ناخد على سبيل مثال فانتينج اللي هو الاغماء السينكوبي هل الانيميا هي اللي لحالة بتعمل فانتينج اللي هي الاغماءة؟ لا في عندك 10.000 ديزيز ثاني ممكن يعمل اغماءة مثلا تكيكراديا تسارع في نبضات القلب هل الانيميا لحالة بتعمل تكيكراديا؟ لا مثلا بيجوز يكون عندك مشاكل في القلب بتعملك التكيكراديا هذه هي مشكلة الانيميا فعشان هيك يعني من هؤلاء السينكوبي بدك تشوق بالانيميا يعني تحكي انه انيميا ممكن تكون واحدة من الاسباب وايش بعدين؟ بما انك انت شاك بالانيميا تعمل لاب بوركب تعمل انت فحوصات المختبر تمام؟ الانيميا تشخص بالمختبر وليس بالاعراض الاعراض بتخليك تشوق لكن التشخيص الفعلي يكون من المختبر احنا في الطلب في عنا diseases ممكن لكن تشخصهم بس من الاعراض لكن هذا الحكي لا ينطبق على الانيميا فاتطلعوا الانيميا اتفقنا في عنا 10.000 سبب وسبب للانيميا اوكي لكن هاي الاعراض اللي راح نحكيها كمان شوية هي مشتركة بين كل هدول الانيميا بغض النظر عن سببهم تمام؟ وهاي الاعراض كلها ستكون بسبب نقصان الاكسجين لانه انيميا شما كان سببها بالاخر راح تؤدي الى نقصة الاكسجين اوكسجين كاين كاباستي بحكي لك واحد الاغماء اللي بنسميها سينكوبي ليش بتصير الاغماء بسبب ما في عندك اوكسجين للبراين عم بيوصل صح؟ طب شو السبب الثاني؟ او عفوا شو العرض الثاني؟ معناة شحوب من كلمة طب ليش الشخص بصيبه شحوب؟ شو داخل الاكسجين بالشحوب يعني؟ بحكي لك انه فكرة مش بالاكسجين عشان نكون دقيقين فكرة بالهيموغلبن الاتش بي طب ما والاتش بي هو صبغة حمرة يعني هيموغلبن هو صبغة حمرة والبياط الاربيسيز لونهم الاحمر طب في حالة انيمية انت ما في عندك هيموغلبن راح تقل للصبغة الحمرة تاعت الريد بلاتسل وبالتالي لون الشخص راح تصير شاحب تمام؟ فالبالب بتصير بسبب دكريست ريد هيموغلبن ريد سيل هيموغلبن طب ايش راح يكون في عندك عرض ثاني اللي هو التكيكاردية تسارف نبضات القلب ليش؟ كتعويض عندك خلينا نحكي مصنع او شركة تنقيد اوكي وانت كان عندك خمس شاحنات بتوصل لك بتودي صح واذا بتوصل بتودي بتوصل بتودي بضاعة واذا بتودي شو مكان المهم لسبب من الاسباب خرب عندك ثلث شاحنات صفة في عندك شاحنتين طب ما انت عندك بضاعة انت عندك امور بدك تنجزها بدك تنقل صح واذا لأ فانت ايش راح تحكي للشاحنتين؟ راح تحكي للشاحنتين بدي اياك تمشوا باسرع باقصى سرعة صح؟ بدي اياكوا ما توصلوا بضاعة من مكان لمكان تمشوا باقصى سرعة بدي اياكوا توصلوا 200 ليش؟ عشان انا اقدر امشي اموري وافضل البضاعة عندنا اليوم او اوصلها صح؟ نفس الاشي هون بالظلط البضاعة عندما تقلل البضاعة الوضع بشكل اسرع ليش؟ كتعويض عشان نحافظ على بدي اوكسجينيشن للجسم تمام؟ عشان اود الدم بسرعة على اللنكس يصير له اوكسجينيشن بشكل اسرع يحاول انه يعوض الديكريست اوكسجين كارين كاباسيتي فالشخص ممكن يصيبه تسارع في نبضات القلب اللي بنسميها تكيكاليا طب ايش في عندك كمان شغلة ممكن يصير شوتني صوف بريث؟ الشخص بيحس بديقة نفس ليش؟ ليش الشخص بيحس بديقة نفس؟ شوفوا ديقة النفس هي حيلة ذكية من الجسم ايش يحس انه عنده ديقة نفس ايحيض اللي يحس انه عنده ديقة نفس كيف هيحصري يتنفس حصري يتنفس بسرعة صح لايك هيك هحصير يتنفس حصير يتنفس بسرعة فالجسم لما يشوف انه عندك النيمide سي يوهمك انه انت عندك ديقة نفس فبتصير انت تتنفس بسرعة انت قاعد بتجيب اوكسجين عشان تحاول تعوض الدكن fires نحصان يعرض تكيكاليا انواع من انواع التعويض أو انواع من أنواع حلوة. أنواع من الطاويض. طيب نيجي نكمل هدأ هون. chest pain. ممكن الشخص يصيبه chest pain. بسبب ischemia. هتحكي شو دخل ischemia يا دكتور. أنه هون ما عند جلطة. بحكي لك الشغلة. مش شغلة جلطة يا دكتور. الجلطة كانت تمنع oxygenated blood. كانت تمنع البلد بالأكسجن اللي فيه. أنه يوصل للهات. وبالتالي كان الهات بصيبه angina و myocardial infarction. طيب لما يكون أنت عندك هون decreased oxygen carrying capacity of the blood. خصوصاً إذا كانت كثير سبير. إذا كانت أنيميا في مراحل متقدمة جداً. يعني الأكسجن شبه معدوم في البلد. نتيجة واحدة. تمام؟ أوكي فيه دم قعد يوصل للهات. هو وقلته. لأنه فيش فيه أكسجن. فالهات ممكن يفوت في ischemia والشخص ممكن تيجيه نوبات من الأنجاينة. تمام؟ لكن هاي بتكون في مراحل متقدمة من الأنيميا. طيب نيجي إحنا هون على آخر العراض تدهول هدك. بسبب decreased or two to the brain. أوكي؟ وإذا أنتم بتنتبهوا يا دكتور يعني شايفين هاي الأعراض حاولوا دم أنه make sense. إن كنتوا تركبوا الصورة الكاملة. هاي الأعراض يا دكتور قاعدة بتصرف organs كثير معتمدة على الأكسجن في شغلها. طلع جبنا سيرة الbrain. جبنا سيرة الهات. جبنا سيرة اللنكس. صح؟ فهاي كلها organs معتمدة جداً على الأكسجن في شغلها. تستهلك كثير طاقة. فمعتمدة كثير على الأكسجن. وبالتالي إشي منطقي جداً إنه أعراض الأنيمية تكون متركزة في هدولة الأورغنز. طب اتطلع هنا. لما يكون الأنيمية سببها الهيمواليسيز معناته سببها تكسير للأر بي سي بالإضافة للأعراض اللي فوق رح يكون عندك هاي الأعراض كمان. إيش رح يكون عند الشخص؟ لبداية لما يكسر أنا في عندي هيمواليسيز قبل ما نحكي عن الأعراض. إيش رح يصير في الهيمواليوبين الموجود في الأر بي سيز؟ رح يطلع الهيمواليوبين بره الأر بي سيز. صح؟ فحصير في عندك انتون فري هيمواليوبين وفري بيليروبين. ورح نفصل أكثر كيف إنه الهيمواليوبين بيطلع والبيليروبين بيطلع لقدام. لكن بداية رح يتفرفط الهيمواليوبين والبيليروبين بسبب تكسير الأر بي سيز. طيب أوكي هدأ بيليروبين إحنا عارفين إنه لما يكون فري مش رح يضل قاعد في الدم. رح يترسب في الميوكس من بينز رح يترسب في السكن. فبالتالي رح يكسب السكن لون أصفر فالشخص بصير عنده جوندس ومش بس هيك كمان. الفري بيليروبين رح يروح برضو على البال. ما هو كثير بيحب البال صح؟ مش البال هو اللي يمسك بيليروبين عشان ينكبه مع بعض بالفيسيس طب لما يتراه بكميات كبيرة في البال رح يعمل ترسبات وحصوات مرارة. رح يعمل ستونز. تمام؟ بسبب تكسير الاربسيس الكثير رح يكون عندك كثير بيليروبين فرح يترسب بكميات كبيرة في البال. طيب الهيموغلوبين مش نونه أحمر صح؟ طب الفري هيموغلوبين هذا رح يروح في اليورن. يعني حيدوب في اليورن وحينكب في اليورن. رح يكسب اليورن لون أحمر رح يصير الشخص لون بوله أحمر. أوكي؟ هاي الشغلات بتصير في الأنيميا دوتو هيموليسس بالإضافة لفوق برجع بعيد. طب ليش فيه كمان أعراض ممكن تصير عند البيانشنت مع أنيميا؟ أو عفوا يعني شو فيه كمان شغلات بدك تركز عليها وانت قاعد تاخد منه هستورو فيزيكال. Age of presentation ليش؟ انه فيه عندك بعض الأمراض الوراثية ممكن سبب أنيميا. ممكن ترع فكرة ممكن بعض الاربسي هيموليسس بعض تكسير الاربسيس بيصير بسبب أمراض جينية زي مثلا الثلاثيميا بالثلاثيميا بيكون انت عندك هيموليب المشوه وهذا هيموليب المشوه بالآخر راح يؤدي إلى تكسير الاربسيس. طب لما يجيك شخص بعمر مبكر بتستشك انت بالأمراض الوراثية هاي أكثر صح؟ غدا ما يجيك واحد عمره 50 سنة عمره 40 سنة. طب لو عمره 40 و عمره 50 عنده مراض وراثي غالب الظن أو يعني في أغلب الأحيان كان راح يبين عليه وهو صغير طب ايش فيه كمان شغل بدا تركز عليها الجندر ليش؟ لأنه بعض الأمراض الوراثية بتكون X-linked. هذا إيش معناته كلمة X-linked؟ معناته إنه تنتقل عن طريق الأكس كوموسوم أخدتوها بالجينيتكس. وبتعرفوا أنتوا إنه X-linked diseases نادر جدا ما بتصيب الفيميلز. بيكونوا محميين منها. بينما الميلز ومال بتصيبهم. ليش؟ هذا حكي أخدتوها بالجينيتكس ما راح أفصل فيه هلا. تمام؟ بس هاي معلومة مسلمة وكلكم عارفينها. طب على الباست ميلك الهيستوري. الأمراض يعني باسم ميلك الهيستوري أخدتو أنتوا بالجينيتكس 1. والذي هي الأمراض التي كانت صاربة هذا الناس قبل هيك. يعني مثل خلينا نحكي إنه الناس مع قرحة معوية Peptic acid. طب ما الشخص بينزف من القرحة المعوية. بينزف شوي شوي من القرحة المعوية. فلما شخص يجيني عنده أعراض مثلاً بيشكي لك من phating, syncope, بالر الشحوب ويحكي لك والله يا دكتور أنا معي قرحة معوية أو كان معي قرحة معوية. فأنا إيش بفكر بحكي إنه ها ممكن تكون هذا الشخص عم بينزف بسبب القرحة المعوية. فبالتالي هي سبب الأنيمية. فأنا بصير أفكر إنه هذا الشخص بما إنه كونه عم بيخسر دم بيخسر أربيسيز بيخسر آيرون فسبب الأنيمية عنده هو خسران الأربيسيز وخسران الآيرون. طبعاً قاعد بيفقد آيرون من جسمه. فهاي هي past medical history. طب نكمل مع بعض. فاهم الهيستوري طبعاً بتعرف إنه في عندك أمراض وراثية تتناقل في العيلة زي الثلاثيمية. زي مرض خليل من جليل هو sickle cell disease. فطبعاً نفهم الهيستوري بهمنا. طب ممتاز شكينا بالأنيمية. نظرنا شكيين؟ لا بدك تبطع الشك باليقين. صح ولا لا؟ فلازم نعمل لا بركب. فبدك تعمل CBC و Blood Smear وفي عندك other tests. طب هل تحكي دكتور؟ ما تحكي للتلاصم. اشرح لي شو هم CBC و Blood Smear؟ يلا هاي هون إحنا حاطين. شو هم CBC و شو هم Blood Smear؟ الـ CBC هو اختصار لكلمة complete Blood Count. كلمة Blood كلمة عامة تمام؟ وتشمل كثير خلايا زي الـ White PCs الـ RPCs صح ولا طب Count. إيش معناته كلمة Count؟ معناته عدد. فبالتالي أنت قاعد بتشوف عدد مكونات الـ Blood وComplete معناته كامل. فأنت بتشوف الـ Blood بكامل مكونات. والـ CBC يعطيك عدد مكونات الـ Blood كاملا. فتطلعوا هاي هون الرزلط بتطلع. فزي ما انتم شايفين مثلا هاي قاعد يعطيك الـ عددهم الـ ونسبتهم الـ والـ والـ وأكمل شغلة ثانية بضيفهم. تمام؟ بضيف لك مثلا الـ فبيعطيك معلومات إضافية. كل هذا الحكي بسميه complete Blood Count. طب كيف الـ Blood Count بتم؟ هلأ طلع يا دكتور انت أجاك مريض شكيت بأنيميا. راح تحكي للنرس انت حتطلب له هذا التست CBC. أغلب الأحيان الناس هي راح تيجي عند هذا المريض تسحب منه عين من الدم. وتبعث هذه العينة للتحديد الطبية في المستشفى. أو ممكن يعني مرات انت تعملها عادية ما هتفك. بس غالبا النرسات هم اللي بيعملوها بيجوا بيسحبوا عينة من الدم. وبيبعثوا إلى التحديد الطبية. التحديد الطبية حيمسكوا هذه العينة من الدم زي ما انتم شايفين قدامكم. بحطوها في ماشين. لا يعنيكم الماشين ولا تحفظوا أي تفصيل فيه. تمام؟ يعني دكتور ما جابت سيرته. بس عشان انتم تكونوا فاهمين كيف CBC بتم. بحطوه في ماشين. والماشين هذا بيعطيك الريزرسل انت شايفها قدامك. هذا هو CBC. طبعا CBC واحد من أكثر فعصات الطب اللي بنطلبها. كثير شائع. قلل لما يجيك مريض وما نطلب له CBC. شو ما كان المراضي دي عنده؟ طبعا في أكمل فاديو بالCBC هم اللي راح نركز عليهم بالنسبة للأنيميا. طب هاي هذا أول فحص بعمله بالنسبة للأنيميا. طب شو الفحص الثاني؟ لك تاخد عينة من دم المريض زي ما احنا شايفين تحطها على وتحاول انك انت تشوفها بالميكروسكوب فحتحط انت هاي العينة على سلايد على قدع سلايد. وبعدها تحطها اندر الميكروسكوب وبتشوف المنظر انت شايفه قدامك. الكرات هاي باللون الزهري هم الأبيسيز. وتطلع الدليل انه ما عندهم نيوكليس. انت شايف نيوكليس في الأبيسيز بالكرات لونها الزهري؟ لا. طبعا واحنا شايفين هون هيك خلايا لونها أزرق صح؟ هدولة بيكون في اليمفوسايت او حتى في المونوسايت هاي هي النيوكليس. في اليمفوسايت والمونوسايت دون هم هيك يعني جدا سهل انه يتميز من الابيسيز ويكون عندهم النيوكليس زي ما انتوا شايفين. هاذا حكي ايش بنسمي بلد اسمير حتى مرات بنحكي بلاد اسمير بلاد اسمير. بلاد اسمير من طرفي. انت بتاخد عينة من وريد طرفي عند هذا الشخص. فهم بنسميه بلاد اسمير. هدول التستين كثير بنطلبهم الـ CBC والـ Blood Smear طب نيش إحنا هنا نحلل أو نشوف شو الـ Values أو شو الـ Parameters اللي راح نركز عليها في الـ Complete Blood Count بالنسبة للـ Anemia قبل كل شي يا دكتور شارك إنه patient معه Anemia إيش أول parameter راح تتطلع عليه آه Hemoglobin بزعل منك إذا أنت ما فكرت بالـ Hemoglobin أول إشي أول إشي بنا نتطلع على الـ Hemoglobin ونشوف هذي الـ Hemoglobin أقل من 13 إذا كان الشخص ميل وإذا أقل من 12 إذا كانت في ميل عشان أحكي إنه person هذا معاه Anemia طب ماشي أوكي عرفنا إنه معاه Anemia هل خلص أنا بكوب بالـ CBC وما بطلع إشي ثاني لا بدك تتطلع على كم من شغله ثاني صح؟ ممتاز فهدول هم الـ Parameters راح نتطلع عليهم راح نتطلع على الـ RBC Count تمام؟ وإيش هو الـ RBC Count؟ واضح جدا من اسمه Number of RBCs per unit of volume أوكي؟ عدد الـ RBCs الموجودة في مساحة معينة طبعا الـ RBC Count مش كتير مهم زي الـ Hemoglobin فإحنا مش كتير منعتمد عليه تمام؟ فيه values في الـ Complete Blood Count أهم منه طب نيجحنا هون على الـ Hematocrit إيش هو الـ Hematocrit؟ كل كدرستو في الـ Anatomy الـ Proportion of Blood that is Composed of Red Blood Cell يعني مثلا هي هون أنا عندي الـ Tube هذا الـ Blood هذا كل الفلول هذا عباره عن الـ Blood طبعا الـ RBC راح يترسب تحت سيما إحنا عارفين أوكي؟ والـ Plasma حضرها فوق فالـ Hematocrit بيقيس لك نسبة الـ RBC Mass بالنسبة للـ Original Blood Volume بالنسبة للـ Blood Volume كامل زي ما أنتم شايفين هون فهي قصة الماتوكيت هي نسبة تمام؟ بين الـ RBC Count is Absolute يعني هو عباره عن رقم بينما الماتوكيت بيكون عادة النسبة نسبة الـ RBCs ذا كل الـ Blood طبعا اتطلعوا هون عادة في الأحوال الطبيعية الـ Plasma بتشكلك حوالي 55% من الدم بينما الـ RBCs الـ Formed Elements والذي بتحته وبشكل رؤيسي على الـ RBCs بتكون حوالي 45% تمام؟ طب اتطلع هون انت هون في عندك باديو ثاني او في عندك انت اشي ثاني اسمه Buffy Coat طلعا هيك بيكون عباره عن طبقة اللي هونها أبيض بتكون فوق الحمار اللي انت شايفه هون ايش هي الـ Buffy Coat؟ هي اللي بتحتوي على الـ RBCs والـ Plates وطبعا أعدادهم جدا جدا أقل من الـ RBCs الـ RBCs والـ Plates أعدادهم جدا أقل فعشان هيك الـ Buffy Coat بيشكلك حوالي 1% وبيكونوا مرجودين على السطح بينما الـ RBCs بيكونوا مرجودين تحت مترسبين وبيكونوا مبين انه لونهم أحمر في التستيوب طب هلأ يا دكتور في الأمراض يعني خلينا نحكي انه شخص معاه مرض يخليه ينتج RBCs بكميات مهولة وبتسبب له مشاكل هذا المرض بنسميه بوليسارتيمية هنفصل فيه لقدام في الـ بوليسارتيمية طبعا الهيماتوكريت اللي هو باللون الأحمر راح يزيد طب في حالة أنيمية ايش رحصل في الهيماتوكريت راح يقل طب اوكي هاي هيك اخذنا الـ RBC count وليهيماتوكريت بس فيه values تانية اهم وبينا نركز عليهم ركزه هون على الـ MCV الـ MCV هذا كثير مهم هاي هون أنا في عندي من والي اختصاره MCV طلع هون ايش معناته كلمة كوربوسكولر كوربوسكولر معناته RBCs في بعض المصادر بدل ما تنادي او بدل ما تسمي الـ RBC Red Blood Cell ايش بتسميهم بتسميهم كوربوسكولر ايك الاسم نفزك شوية لكلمة سد كوربوسكولر تعني كوريات او جسيمات طب عشان ايك مرات حتى في العرب ما بيحكوا خلالي الدم الحمراء كوريات الدم الحمراء فاي هون احنا عرفنا كلمة كوربوسكولر ونعرف انه قصدنا فيها RBCs طب Volume Volume معناته حجم فاحنا هون قاعدين بنعرف حجم بنا نشوف حجم الـ RBCs طب مين المعدل تمام مين معناته معدل فاي هون احنا عرفنا شو معناته كلمة مين كوربوسكولر Volume اختصارها MCB وتعريفها هو الأفراج سايز الأفراج سايز أوف دي الـ RBCs Blood Sets بتحكي طب يا دكتور شو بيفرق معك السايز آه دكتور هون أنا بدي أرجع على هذا السلايد وتتذكر ما أنا حكيت لك يا دكتور انه لما تكون عندي مشكلة في الـ Iron مثلا بتكون حجم الخلية أصغر من أما يكون عندي مشكلة مثلا في الـ B12 في الفوريت حجم الخلية بيفرق معك رح يفرق معك كثير ده قدام وخلينا أحكيها من هسه اتطلع يا دكتور خيرا نفترض انه انت خلص انت جبت الـ Complete Blood Count وشفت الـ Hemoglobin واط وحكيت انه Person مع أنيميا طبعا انت عندك 10.000 سبب وسبب للأنيميا كيف بدك انت تستثني أسباب وتصير تفكر بأسباب بعينها تمام كيف أنا أبدأ أستثني أسباب وخلص أركز بس على شغلات معينة باستخدام الـ MCV تمام بالـ MCV انت بتتطلع عليه وإذا رقيت ان الـ MCV أقل من 80 هذا ما نسميه Microcytic معناته RBCs صغيرة بصير أفكر بس بهذه الدولة الأسباب تمام فأنا ببدل جهدي انه أحاول أستثني من الأسباب هاي وأشوف مين السبب بعليا من لستة هدول الأسباب اللي بيكونوا مسبب لي الأنيميا والباقي ما بفكر فيه تمام فشايف قدرش ريحني الـ MCV طب فلنفطل انه MCV لقيته كبير أكثر من 100 بكل بساطة بفكرش بهدولة ما ببدل جهدي انه أنا أدوى عليهم وبأحبش عليهم بأكز على هدولة تمام فبصير مثلا أطلب Serum B12 أو بطل مثلا Levels of folate في السيروم وهكذا أوكي فهون تقبع أهمية الـ MCV طب شو فيه فاليو ثاني مهمة اللي هي Mean Corpuscular Hemoglobin طلعوا هذا معدل الـ Hemoglobin الموجود في الخلية هذا اختصار MCH It's the average amount of hemoglobin per red blood cells في الخلية الواحدة تمام فيعن انت مثلا خلينا نحكي انه هاي هون في عندي RBCs خلينا نحكي انه هاي الـ RBC عندها 2 hemoglobin طبعا شوفوا كمية hemoglobin في الـ RBCs عادة بتكون متقاربين لكن ما بيكونوا زي بعض بالملي مثلا خلينا نحكي هون 2 هون 3 هون 4 يعني شافين اقراب على بعض الـ Hemoglobin لكن مش زي بعض 100% هاي هون 2 فبتيجي انت او بيجي الجهاز بتاع السي بي سي بقيس بقيس المعدل الموجود في الخلية الواحدة وخلينا نحكي يا سيد انه طلع بـ Valium مثلا انها 3 بيحكي لك انه انا بناءا على الـ ABCs اللي انت عطيتني اياهم فالمعدل بالنسبة للخلية واحدة انه يكون فيها 3 hemoglobin بيجمع الـ Hemoglobin بعدين بيقسمه على عدد الخلايا بيجمع الـ Hemoglobin في كل خلية بيقسمه طب ليش احنا هنا على value ثاني مفزدكة اسمها Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration اها شايف Mean Corpuscular Hemoglobin معانتو شبه الفرق لكن زايد عليها Concentration وحنا كنا بنعف انه Concentration تساوي amount لهي الكمية على ايش على الـ Volume فطلع هاي هون احنا عرفنا شو وجه الاختلاف بين Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration وبين Mean Corpuscular Hemoglobin الاختلاف ببساطة يا دكتور انه Mean Corpuscular Hemoglobin بيشوف لك كمية الـ Hemoglobin في الخلية بينما الـ Value هاي اللي هي Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration بيشوف لك amount of hemoglobin في volume تمام في كمية من في كمية of red blood cells فعشان هيك مثلا انت Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration رح تلاقيها موجودة per deciliter تمام يعني خلينا مثلا نشوفهم CBC وين Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration طلع gram per deciliter شايف deciliter معناته حجم صح يعني خلينا نحكي volume of blood فهون قاعد بيطلع لك الـ Hemoglobin per volume of blood تحته وعى الـ Abyses بينما قارنها بال Mean Corpuscular Hemoglobin ما في عندك per deciliter خلص PG اوكي انا عندي هالقد Hemoglobin في الخلية الوحدة اوكي فالConcentration فيها volume طبعا MCHC فزلك يعني مش باهمية MCH يعني هاي اوكي فزلك مش باهمية الـ Fog MCB والMCH هم أهم إشي بعد الـ Hemoglobin طبب نيجيحنا هون على إشي اسمه Red Cell Distribution Width اختصار RDW Red Cell Distribution Width is the variation in size of Red Blood Cells in a sample تمام إذا بشوف أنا حجم الخلية وقداش فيه تباين بحجم الخلية يعني مثلا خلينا نحكي إنه هون أنا عندي شخص نورمال طبعا مش راح يكون RBC شبه بعض في ناحية حجم بالملي لكن حيكون متقاربين ع بعض يكونوا قرب ع بعض من ناحية حجم فإذا RDW مش راح يكون عالي ما حيكون Normal طب لو أنا اجيت على شخص ثاني معاه أنيميا تمام وخلينا نحكي إنه هاي الأنيميا عنده يا ماركوستيك معناته حجم الخلية فيه صغيرة تمام طبعا حجم الخلية أصغر بكثير من الموجود على الشمال لكن فيه تباين هائل بحجم الخلية بشكل عام أصغر من على الشمال لكن فيه اختلاف بحجم الخلية أوكي فهون أنا بحكي إنه هذا الشخص RDW عنده يا عادي تمام فيه تباين في حجم الخلية عند هذا الشخص تمام مع أنهم هم في المجمل أصغر من الموجودين على الشمال لكن على الشمال ما بيختلفوا كثير عن بعض من ناحية حجم بس العديمين أوه فيه اختلاف كبير فهذا اسمه RDW It's the variation in size of red blood cells in a sample تمام هيهيك إحنا أعطينا مقدمة أكثر من كافية بالنسبة ل الأنيميا والمايكروستيك أنيميا تمام إحنا هنوصل عند هذا السلايد وبعدها بنخلص ونوصل نحن هون آه هون خلصنا طب خلينا يا دكتور نفصل أكتر بالMCV والMCH ونشوف كيف إحنا هنحللهم إحنا شوفنا إنه إحنا مستفيد منهم طب كيف إحنا هنحللهم اتطلع يا دكتور الأم سي في وكيف نوصفها عن طريق هاي المسميات مايكروستيك نومستيك مايكروستيك تمام فلو كان الأم سي في مثلا أقل من ثمانين باعف إنه حجم الخلايا صغيرة فبسميها أو بيعني بسمي هاي الخلايا إنها مايكروستيك مايكرو معناته صغيرة سيتك معناته خلية فخلايا صغيرة هيك بسميها لو كانت أقل من ثمانين وكيف لو شخص معا أنيميا UM لو أن تاعه واطي ورقينننه عنده ام سي في أقل من ثمانين بحكي إنه هذا شخص معا مايكروستيك أنيميا طب لو الشخص هذا معا أنيميا لكن رقيت إنه المين كوربوس كوريبو من ام سي في من حوالي ثمانين دمية هذا بسميه إنه عنده نومستيك انيميا هو عنده أنيميا لكن حجم الاربسيز نورم Blue طب لو رقيت Eb أعلى من مية بحكي إنه عنده ماكروستيك أنيميا ممتاز وبرجع بأكد على همية MCV بخليك تستثني أسباب وتفكر بأسباب طب ليجح نحن على MCH المين كوربوسكولر هيموغلوبين إذا عارفين أنه الهيموغلوبين هو الصبغة الحمراء فهو يكسب خلايا الحمراء خلايا الحمراء لونها الأحمر لما يكون MCH قليل أش رح يكون الخلايا لونها باهت أحمر باهت فمنسميهم هايبوكروميك كوم معناته لون يعني لونها باهت هايبوكروميك طب لما تكون MCH normal بسمي هذول الخلايا نورموكروميك طب لما يكون عادي بسميهم هايبوكروميك أوكي ممتاز هذا الجلسة مش من أول ما تصير عنده أنيميا راح يسقط لا طبعا راح يقاون سوف تطلعوا ده ويكون عندنا هون أنيميا ودهو RBC concentration والدهو هيموغلوبين وبالتالي يعني مقضل لأكسجين كارين كاباسيتي وتشو أكسجينيشن وبلا بلا بلا هذا حكينا إيش راح تعمل الكرية كذي ستزود إنتاجا من الاريثو بورتن فالاريثو بورتن بروح البورن مارو بيخليه حفز أنه يصنع عمور RBC فهيك راح يعمل مينتنس للنورمان RBC concentration طبعا هذا يكون في بدايات الأنيميا لكن لو ضلت الأنيميا مستمرة تعرفوا زيه زي أي كومبنسيشن راح ينهار بالأخير وراح تنقص عندك الهموغلوبين والRBC والشغلات هاي وتبدأش الأعراض تبين عند البيشين أوكي ممتاز هذا نيجي إحنا هون نطلع على value ثانية في الCBC كثير مهمة value إلها علاقة بالReticulocyte وهالvalue إيش اسمها اسمها Reticulocyte Index أو Reticulocyte Count Reticulocyte Count أنا شرحت لكم أي شهم Reticulocytes لكن برجع بأكد لكم Reticulocytes هم RBCs إلا شحطة تمام فهيما دولهم Reticulocyte بيكون فيهم تكتلات من الRNA طبعا Reticulocyte خلص طردوا النيوكليس لكن فيهم تكتلات من الRNA وراح يخلصوا منهم عشان إيش يعطوك اللي هو Fully mature RBCs فطلع هاي هون انت في عندك Reticulocytes طلعا كيف عنده هيك زي تكتلات أو خيوط من الRNA فايو حكي لنا Reticulocytes than immature red cell that has sources nucleares certain aggregates of RNA طبعا RNA decreases as red cell mature طبعا من نخلص من RNA عشان نحط عشان نعطي مساحة للهيموغلوب طب انتبه هون هلا شايفين انتو ها دول الخلايا الخلايا البدائية اللي بدا تعملك عملية Reticulocyte هذا حكي كله بتم في البون فهي هون انا رسمت لك البون باللون الزهري فبالتالي هاي هون عملنا differentiation حديث ما وصلنا الReticulocyte البون سيحتفظ بReticulocyte مدة يومين فيه وبعدين سينزل Reticulocyte على الدم فبالتالي البون مارو بنزل رeticulocyte على الدم ناس صراحة هل كان هل عنده مقدر انه نزل ABC ولا لا وبتوقع فيه اختلاف يعني فيه اختلاف بين علماء هل البون مارو قادر انه ينزل فلي mature ABC ولا لا أو هل Reticulocyte تقدر تعمل maturation في البون مارو نفسه وبعدين تنزل في البلد في البلد صراحة مش متأكد من هاي المعلومة لكن على الأكيد هو انه Reticulocyte بيقعدوا يومين في البون مارو وبعدين ببون مارو بنزلهم على البلد وبعدين Reticulocyte بتقعد يوم في البلد وبعدين وخلال هذا اليوم راح تلمو هاي Reticulocyte وتصير إيش وتصير فلي mature ABC يعني وضع جدا شبيح يعني بتفود خلص بتصير طبيب عطول مش انت في عندك سنة امتياز لازم تعملها فالReticulocyte بتشبه سنة الامتياز لسنة الخبرة اللي بتعملها بين قسين خبرة سنة الخبرة اللي انت بتعملها وكي وبعدين بتتحول إلى fully mature ABC يعني fully mature doctor هاي حكينا هاي المعلومة بظل في البون مارو 2 days 1 day في البرفر بلاد كيف انا ممكن اعتمد على Ticulocyte count ايش ايش بفيدني بالظبط بفيدك Ticulocyte count بهاي الشغلة طلع بخليك تستثني اسباب الانيميا وتفكر باسباب فبداية يا دكتور انت في البرد تاعك وطبعا تختلف هاي المعلومة باختلاف المصادر لكن في البرد تاعك حوالي كأنه 1-2% من الابيسيز الموجودة عندك هم Reticulocyte الباقي ايش بيكون 99 الباقي بتكون fully mature RBC طب لو لقينا يا دكتور انه عند هذا الشخص اللي معاه انيميا لو قينا انه Reticulocyte عادي خلينا نحكي 3% او خلينا نفترض ان نحكي 4% وتفرتس عنده نادم ما توصل 4% المهم انه لقينا Reticulocyte عادي فانا بعرف انه البون مارو قاعد بشد من حيله صح ما هو قاعد بحاول يعوض النقص اللي قاعد بصير في RBC فقاعد بشد من حيله فهي قاعد بيصنع more Reticulocyte وقاعد بنزل more Reticulocyte into the blood وهذا هو سبب زيادة Reticulocyte count فانا هون بستنتج انه بون مارو ما في مشكلة ايش هاي عم بيحاول انه يعني عم بيحاول انه يقاوم المشكلة فمشكلة الانيميا مش في البون مارو الفكرة انه البون مارو عنده المقدر انه صنع RBC فالانيميا مش منشأها البون مارو فهي هيك انا استثنت الاسباب الانيميا بيكون منشأها من البون مارو نفسه لكن يا دكتور لو انا الشخص هذا مع انيميا بون مارو مش عارف يصنع RBC او مش عارف يصنع RBC عفوا صح فمش عارف يصنع RBC فاكيد مش راح ينزل RBC على البلد فبالتالي level of RBC بيقضل طب شو اسباب هاي الشغلة ممكن يكون لديك كثير اسباب ممكن يكون عندك مشكلة في نفس البون مارو خلينا نحكي كانسر ومنتشر في البون مارو مثلا على سبيل المثال في عندك مشكلة في البون مارو نفسه او ممكن حتى خلينا نحكي في واحد معان فشل كالوي ما في إريثرو بوتن كده مش قادر تطلع رمون إريثرو بوتن والإريثرو بوتن هذا هو اللي بيحكي البون مارو يشتغل فممكن انه يكون الشخص معان فشل كالوي فالبون مارو ولا عمر راح يصنع التكلوسides عفت كيف يعني النفس المبدأ تعلق بسي فيه بساعدك تستثني الشغلات وتفكر بشغلات فتطلع التكلوسide count can be used to assess bone مارو إريثرو بوتن إريثرو هل في عنده إريثرو بوتن منيح في البون فبالتالي مشكلة مش في البون وإذا ما في عنده إريثرو بوتن منيح فبالتالي بفكر حكناها بعتمد التكلوسide count عشان أفكر بالسباب للأنيميا أشوف أي تصنيف أي كاتيجوري للأنيميا أفكر فيها طب an elevated التكلوسide count implies a bone marrow response to either increased RBC destruction إحنا اتفقنا لما يزيد عندك التكلوسides بعرف أن المشكلة مش في البون مارو المشكلة مش في البون مارو بون مارو أموره تمام خلينا أمسح هوني شوي فأوين بتكون عادة المشكلة بتكون المشكلة مثلا في الRBCs RBCs والله قاعدة بتتكسر فالبون مارو هي قاعدة بشد من حاله عشان يحاول أنه يعوضهم فأيه البون مارو أموره تمام عنده شغال ما في أي شي مخرب على شغله ما في أي شي بيعمله دامج عنده ريثه بوتن كويس ومدبر آيرون ومدبر فوليت وبي 12 فأيه قاعدة بشد من حاله عشان يحاول يعوض الRBC فبيكون reticulocyte count عالي فأيه 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 بشد من حاله ربون مارو ربون مارو ربون مارو ربون مارو ربون مارو أو أكيوت أو كونيك بلد لوس أوكي بيكون الشخص قاعد عنده نزيف وقاعد يفقد RBCs طبعا هموليس وRBC يعني وBlood Loss نفس نفس النتيجة نائية نقع بتفقد RBC صح هموليس وBlood Loss نفس وجهين عملة واحدة طب انتبوا على هاي المعلومة In patients with moderate or severe anemia the reticulocyte count may appear elevated but in absolute terms it may be insufficient for the degree of anemia دكتور ولا الثمت حظ هتحكي لي إيش إيش هذا لحكي إيش هالطلاصم أنا بحكي لك هذا دكتور خلينا نفترض أنه في عندي شخص عنده هاي هون أنا في عندي الاربسيز وفي عندي أنا هون شخص هدول الاربسيز عنده خلينا نفترض يعني مثلا عشان المثل هذا لأنه بتهمني الفكرة مش المعلومات نفسها فلنفترض جدلا جدلا إنه شخص هذا معها 10 mature arbis في جسمه mature مش reticulocytes mature هذا شخص معها 10 mature arbis وفي عنده خلينا نحكي 2 reticulocytes أي ما أنا هون في عندي 2 reticulocytes قديش reticulocyte عنده إياه قديش نسبة reticulocyte لكل الخلايا بتوقع 2 على 12 بيطلع معك 0.1 إشي ما بهمني تمام الفكرة هدأ يا دكتور فلنفترض إنه الشخص هذا صابه blood loss تمام أو خلينا نحكي صابة قرحة معوية فصاب ينزف يعني بكميات منيحة على فترة طويلة من الزمن ففات ب severe anemia فبالتالي هاي فقد خلينا نحكي قاعد يفقد من الدم وبالتالي قاعد يفقد مكونات الدم اللي هي الRBCs طبعا إيش المنطقي والبديه يا دكتور كونه mature RBCs عدادهم أكبر بكثير من reticulocyte إنه تكون الخسارة كبيرة لمين إنه تكون الخسارة أكبر تكون من الRBCs فرح يخسر الشخص هذا كثير mature RBCs وخلينا نحكي بالسكة خسر الReticulocyte واحدة فبصفت إنه هذا الشخص إيش معاه صفة إنه هذا الشخص معه 3 mature RBCs أو خلينا نحكي 2 mature RBCs وظل معه reticulocyte واحدة جيت إنت فحصت الReticulocyte إندكس وقداش رح يطلع عندك حيطلع عندك حوالي تقريبا 0.33 تمام حيطلع معك 0.33 فلاحظ أنت هون كيف أنه reticulocyte إندكس عالي تمام بس يعني هذا إشه مش دقيق تمام ليش لأنه دائما خسارة الدم رح تخليك يعني خسارة الدم أو الأنيميا رح تتركز بشكل رئيسي على المتشور RBCs كانوا أعدادهم أكبر تمام فأنت مش رح تيجي أنت تطلع هون على reticulocyte تقريبا 0.33 تحكي البون مار وقعد بعوض البون مار وابون تمام البون مار لا الفكرة أنه أنت تضللت لأنه كنت فقدت كثير RBCs فأنت بدك تدير بالك من هذه الشغلة وبدك تعمل إشي اسمه corrected reticulocyte count تمام corrected reticulocyte count بيخليك تتفادى الفرخ هذا اللي بيخليك تحسب reticulocyte على RBCs اللي يحطيك reticulocyte index الصحيح تمام والذي يعني بيحط في الاعتبار RBCs اللي فقدهم الشخص وبالتالي بيحكي لك شو وضح البون مار بدقة الدكتورة مش طالبة منك corrected reticulocyte count حكت هاي التفاصيل يعني انتو مش بحاجتها حكت هذا الحكي بالنسبة لدفعة الماضية اللي هي دفعة وليد وعادة الدكتورة يعني reticulocyte count may appear elevated لكن يكون ارتفاع كاذب but in absolute terms معناته إذا أنت بتحط في الاعتبار الRBCs اللي فقدها الشخص لو أنت حطرتهم في الاعتبار رح تشوف إنه مثلا it may be insufficient for the degree of anemia بتلاقي إنه صحيح reticulocyte index عالي لكنه يعني عالي بشكل كاذب وفعليا البون مار بجوز يعني تعويضه مش كافي أو يعني مش بكميات كافية the degree of anemia أوكي هاي هون مثلا سلايدات تحكي لك أن reticulocyte index should be between 0.5 to 2.5 in healthy patients اتفقنا تختلف تختلف الـ بالاختلاف المصدر مثلا step up to medicine أو إحنا متعودين عليه من 1 إلى 2 بالمئة هون بالسلايدات من 0.5 إلى 2.5 percent اعتمد الموجود في السلايدات هذا بحكي لك يا دكتور إنه ما يكون reticulocyte index أقل من 2 بالمئة لشخص مع anemia بحكي إنه هذا الشخص بون مارو عنده تعبان تمام أو البون مارو يعني مش 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 فيه لكن خلينا نحكي فاقد الريثو بويتن فاقد بيتو فاقد whatever it is وكي مش قادر يصنع ما في سيقنا تحكي إنه صنع reticulocyte فهي كان أبعث إنه في عندي مشكلة في البون مارو يعني إنه بون مارو دامج أو إنه معندوش المصادر الكافية عشان يصنع reticulocyte وبالتالي عمل ABCs طبعا يكون reticulocyte index أكثر من 3% بحكي آه معناته المشكلة في ABCs وليست البون مارو البون مارو قاعد بيحاول يعمل compensation قاعد بيحاول إنه يعوض compensator production of reticulocyte أوكي فتطلع هاي الصورة الصورة بتصوب يعني في نفس المعلومات الـ bone response reticulocyte formation أوكي إنما يكون عندك reticulocyte count is low بتعرف إنه في عندك defective bone مارو عندك خلص في bone مارو decrease معلش راح عيدها راح عفعتها كثير لكنها عيدها عشان ترسخ فبيكون في عندك مشكلة في bone مارو فليش بتصف النتيجة أو يعني شو بيكون سبب reticulocyte count is low ineffective reethropoiesis مش حال في عمل reethropoiesis كويس بيكون عندك decreased RBC formation أو low hemoglobin طب لما يكون الشخص هذا مع أنيميا عنده healthy مارو مارو ما ماله أي إشي تمام adequate iron stores فأكيد البون ما رح يحاول يعوض ويزيد لك reticulocyte رحتاج reticulocyte عالي وكل ما كان الblood loss أو RBC destruction أكثر كل ما هيكون التعويض أكثر وأكثر طبعا فبتلاقي reticulocyte count عالي باختصار شديد يا دكتور لقيت reticulocyte count عالي فكر بblood loss بنزيف أو RBC destruction أو هاي بدي شيئا حكيناها هاي طب ليش احنا هون على classification of anemias اتفقنا انه هاي هون انت شخص مع anemia من hemoglobin بدك تطلع على MCV وحسب MCV راح تفكر بأسباب وتستثني أسباب طبعا طلعوا انت هذا الاشي هل هذا داقرام حفظ نعم حفظ بس تحفظ بذكاء كيف يعني نص بس كل بساطة فهو يعني مش بالصعوبة لانت بتتخيل هذا ودرسته بدكاء هلا طبعا كونه محاضرة جاية راح نحكي عن microcytic anemia فرح نحكي أسباب هلا شوف انا هون هوا 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 المحاضرة هيك احنا حققنا ويعطيكم ألف عافية ان شاء الله تكونوا اشتفدتوا اشتركوا في القناة